أصعب أنواع التحدي اللي ممكن تواجه أي أب أو أم في حياتهم لما يتحطوا بين اختيارين الاختيار الأول في ساعدتهم والاختيار التاني في مصلحة ولدهم أكيد طبعا أول جملة هتتقيل في الحاجات اللي زي دي مصلحة ولدي أهم ولازم أضحي بساعدتي عشانهم بس في قصتك يا أستاذ نادر الموضوع ما كانش بالسهولة دي لأنه حسيت في كلامك إنك مش بتدور حتى على ساعدتك في الجوازة التانية قدما أنت بتدور على شريكة تانية تشيل معاك حملة ثلاث ولاد اللي أنت مش قادر تشيله لواحدك وعلى فكرة أعيز أقولك أن أنا بحاول من ساعة ما سمعت القصة هي مقطع قلبي أن أنا بحاول أبزل مجود كبير جدا عشان أكون عقلانية في كلام وما نحزش لحد على قصة حد أو مفاهيم أو أفكار تربين عليها في الوقت اللي حس فيه بواجع الست اللي بترفض إن جوزها يتجوز واحدة تانية تربي عيالها بعد وفاتها حتى لو كان بيعمل ده عشان مصلحته بتقولك لا محدش ربي عيالي غيري بس حتى لو أنا مش موجودة محدش ربيهم بس سمحني لقيتني بقوله نفسي طب ما فيه برضو ستات كتير بترفض نية تتجوز تاني بعد وفاة جوزها وبتوهب حياتها كلها لولادها فحين أنا فيه رجالة تانية بتتجوز تاني بعد الـ الاربعين مش عايز تطلع عشان حصلت أنا شفتها كتير شفتها قدام عيني يعني في حلات كتير بعد الاربعين بيجادة ما بيستنوش بس الحقيقة قال إنه حسيت في رسالتك إنه انت شايل حملة تقيل موجوعة تايه مش عارف تعمل إيه وحسيت إنه انت كمان مخلص ليها الله يرحمه بدليل إن انت قعدت سنتين بتحاول تقوم فيها بدور الأب والأم قاعد عمل بتشوف أختك تساعدك ووالدتك تساعدك لحد ما الظروف بقت أصعب خلاص والدتك تعبت وأختك سفرت ده غير طبعا إنه واحد تاني غيرك كان وارد إنه هو يفك البلاك أنا حبيبته قويبع عنده فضول يعرف حبيبته الأولين بتعمل إيه أو حتى يرجع لحبه القزيم اللي أصلا جتلك لحد عندك واكتشفت إنه ما بقتش متجوزة كتبة سنجل يعني ممكن تكون إيه كتبة سنجل عشان إنت تشوفها لكن إنت كنت حريص على المشاعر وكرمت مراتك الطيبة الحنينة المرزقة اللي ربنا رزقك برزقها كنت كمان حريص على كرمتك افتكرت بابا عمل فيك إيه بس في نقطة مهمة قوي مخدش بدك منها بنتك الكبيرة رانا عندها 14 سنة يعني بقت في سنة المراقة بكل ما فيه من أفكار وهرمونات جديدة اختلاف نظرتها للعالم بدأت تكبر بتشوف الدنيا بشكل مختلف ده غير بقى حاجة تانية انت قلتها في رسالتك انها كانت متعلقة بمهمتها قوي لدرجة انها كانت أقرب لها منك كل دي حاجات محتاجة خطة ولازم نمهد لها ونشوف معالج نفسي يساعدك في طريقة توصل بيها الموضوع ده ودي للأسف مش حاجة منتشرة في ثقافتنا يقولك العائلة اللي بيروح لدكتور نفسي هو مجنون ولا إيه لا بس بيتالي احنا من ساعة ما بدأنا قصة حقيقية من سنتين وشوية انه ببرنامج هنا علمها لنا كويس قوي ياريت نكون علمناها الكل اللي بيشوفونا مش عايب انها نروح لدكتور نفسي دلوقتي بقى يا أستاذ نيدر مشكلة الأكبر ما بقيتش انك تتجاوز تانية أو لا مشكلتك طبعا انه ترجع بنتك تاني لحضنك عشان حضنها وحشك وان انت تخليها ترجع تحس ان هي بنتك تاني وان انت احنا عين عليها بنت بتمر بصدمة كبيرة وصعبة بحتاجة صبر وطول البال وقلنا زي ما احنا قلنا كده تدخل نفسي وبعد ما بتتعافى بقى نرجع تاني بقى نشوف طب هل ينفع ان احنا نقول لها بابا هيتجاوز عشان واحد اتنين تلاتة او واحدة كونية بتحبها فعلا يعني انا رأيي وشفتها انه تجيب لها واحدة كونية صاحبتها وده رأيي المتوضع البسيط يعني واحدة تيجي تحاول تبقى حنين عليها ممكن رانا دي في يوم الايام اللي تختار لك العروسة او الام اللي تتمنى تبقى مكان امها ممكن تبقى مدرسة ليها ممكن تبقى واحدة من خلاة صاحبتها واحدة من اخوات صاحبتها الكبار ممكن تحصل انا شفتها برضو فبعدها نبقى نشوفها نعمل ايه بقى بعد مورانا تقوم وتتعافى وتبقى كويسة واعتقد ان انت كمان ممكن تعمل حاجة دلوقتي كويسة لحد مورانا تبقى تقوم على حيلها انه بيتهايقلي انه حرك بما انك بقية صاحب شركة وربنا نفتحها عليك فاكيد ممكن تكون يعني قدرتك المادية كويسة ان حرك ممكن تجبلهم جليسة في البيت ممكن تجبلهم حد يهتم بيهم او جليسة ستة كبيرة ممكن تكون ما عندهاش ولاد او خلفته ولادها كبره وعايزة تربي عيال عندها حنية الام فعايزة تقعد مع العيال دي حتى يعني انه تاخد اجر وسواب وبتاخد برضو اجر بس فعايزة اقولك انه انت سمعت معنا كلام دكتور امل ويمكن هي من احن الناس اللي ممكن تتكلم في موضوع ده يعني من اكتر الناس اللي كنت هقتنع بيها وبتتكلم في القصة دي هاستنى منك رسالة جديدة تطميني فيها عملت ايه وهاستنى من كل اللي تفرجوا علينا وسموا قصة باش مهندس نيدر يقولولي عامله ايه الواحد عشان يتجوز هيقول لي عياله ايه ولا بيعمل ايه العيال عزبتك فيه عشان تحاول تتجوز تاني سواء بقى ارمالة او مطلقة او ارمل او مطلق انا عايزة اسمع انا عايزة الحقيقة